تبنت المقاومة الإسلامية في العراق استهدف القوات الأمريكية في محيط مطار أربيل الدولي بطائرتين مسيرتين وتحقيق إصابات مباشرة المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت مساء بالصواريخ قاعدة للجيش الأمريكي في حق الكونيكو للغاز الطبيعي شرقية سوريا واستهدفت أيضا القوات الأمريكية في قاعدة الشدادي في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا برشقة صاروخية أصابت أهدافها على النحو المباشر ترجمة نانسي قنقر